هنا مغار السفارة المغربية في الجمينة زينة بألوان العالم الوطني المغربي مما يجسد الاهتفال بذكر الرابع والعشرون منذ تولي جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة لذا اهتفلت السفارة المغربية بهذه الذكرى في خطابه السفير المغربي لدى البلاد تسعادة عبداللطيف الروجة اشهد بهسن التعاون المشترك بين البلدين كما اكد بان المملكة المغربية تعد من بين الدول الارابية الافريقية التي شهدت استقرارا سياسيا وانتعاشا اقتصاديا افضل وذلك منذ تولي جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة مؤكدا في الوقت نفسي تطور الالاقات الثنائية بين البلدين لصالح شعبين الشغيقين الشادي والمغربي في العديد من المجالات هذا واختتم الهفل بتناول قاكعة الاهتفال بهذا اليوم وكذا تقديم هدايا لمستشارين بالسفارة الاولى للمستشار الذي انتهت فترة عمله بجاد والاخر وصل الى سن التقاود